أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار أكد على أهمية إنشاء هيكل تنظيمي للتنمية البشرية ينظم آليات العمل مع الجهات والهيئات المختلفة إقليميا ودوليا كذلك تأسيس مجلس أعلى للتنمية البشرية يضم مجموعة من المفكرين والخبراء في مجال التنمية البشرية جاء ذلك خلال ترأسه للاجتماع الدوري للمجموعة الوزرية للتنمية البشرية لمناقشة آخر المستجدات بشأن ملف التنمية البشرية والموضوعات ذات الصلة بالمجموعة الوزرية المعنية بالتنمية البشرية أيضا متابعة التحضيرات والاستعدادات النهائية الخاصة بالمؤتمر السنوي للسكان والصحة والتنمية البشرية والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 21 حتى 25 من أكتوبر الجاري